السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رسالة جات جوابنا على السؤال الأولاني اللي هو خصوص إزاي نعمل فريم للوحات هحط الرابط على الفيديو أسفل الفيديو دوت هنشوف دلوقتي بقى إيه الفرق بين البرامتر مختلفة فامن برامتر وبروجيكت برامتر وشير دي برامتر وهكذا فالله المستعد طيب لو احنا جينا هنا بكل بساطة على القائمة اللي اسمها منيج بلاي عندي بروجيكت انفرميشن وبروجيكت برامتر وشير دي برامتر وجلوبال برامتر طيب لو احنا بصينا بروجيكت انفرميشن ده طبعا مش مكتوب في الكلمة برامتر بس لما تدوس هنا بتلاقي معلومات عن المشروع مثلا الكلانتينين بتكتب هنا اسم الرجل اللي شغال طبعا بشابة اونر هيبقى اسم مثلا معايس ماشي البروجيكت نيم هتسمي اسم المشروع اي مكان هتحط فيه بس اللي هي المحدد اللي هو بتاع البروجيكت نيم اوتوماتيك هيكتب اسم المشروع وكذلك البروجيكت نمبر طيب يعني على سبيل المثال لو احنا مسكنا كده البروجيكت نمبر البروجيكت نيم هقوله ان انا عايز مثلا اضيف البروجيكت نيم والبروجيكت نمبر والبروجيكت ستاتس واعمل بريك بريك يعني كل واحدة فيهم في سطر هنا هو موجود كتب الاسم بروجيكت نيم بروجيكت نمبر وبروجيكت ستاتس لما يتحمل في المشروع يبدأ يحمل هو المعلومات الخاصة بيه المشروع دوت بروجيكت انتو بروجيكت تظهر عندي هو اوتوماتيك قرأ اسم المشروع ورقم المشروع والبروجيكت ستاتس تقدر تكتب الواليو اللي انت عايزه كتبت مثلا اندر ربيو او اي حاجة وكتبت هذه الفكرة لسه ما نتحدمش على البرامتر بس هي الفكرة هاتبان لما نبدأ نتحدم على البرامتر بروجيكت برامتر يعني برامتر خاص بالمشروع دوت وده متعود على البرامتر بيلافي مشكلة ان المشكلة ايه ؟ انا اعريد اضيف برامتر او خاصية للباب اقدر اضيفها اقدر اضيفها لو انا لدي اي باب اقدر ادخل واضيف اي خاصية انما لو انا توجد لحيطة بلافي مشكلة في كده انا اخذ مثال عاملي عشان نقدر نفهم اللي بيحصل لو انا عندي مثلاً حاقت هاو ماشي؟ وحطيت هنا الباب لما ادوس هنا على الباب دوت وقاله Edit Family جوه Edit Family تقدر تضيف برامتر زي ما انت عايز طيب على سبيل المثال هاجي هنا وقاله ايه؟ دي برامتر كتير موجود مثلاً الهاي اهو موجود تقدر تغير الرقم اللي فيه والبروجيكت Exit والبروجيكت Enter وهو هكذا طيب ممكن اقول له ان انا عايز برامتر جديد تمام؟ اه اداني بقى اللي انا عايز هبقى Family برامتر ولا Shared برامتر البرامتر اللي انت تعرفه دوت عايز تعرفه على انه هو Family برامتر تمام؟ بس Family برامتر فيه مشكلة انه ما بيظهرش في ال Schedule ولا في Tag Family برامتر ما بتظهرش لا في ال Schedule ولا في Tag انما Shared برامتر كان بي Shared by Multiple Project ممكن تشاركه باكتر من المشروع Shared برامتر هو عبارة عن ملف Text تمام؟ موجود مثلا على السيرفر فكل المشاريع بتبدأ تشوف الملف دوت تمام؟ ببيلك ان هو تقدر تدخله كل كذا مشروعه وتدخله في Family ووكسبورت تو او دي بي سي اند ابير انسكادوال اندتاك طيب يبقى كذا Shared برامتر فيه شوية مزايا حلوة طيب Shared برامتر لازم احدد مفل نعيزه تمام؟ ده برامتر هو موجود برامتر جروب وهكذا تقدر تختار اي واحدة فيه تقوله Edit وبقى كذا طيب تعال ناخدها كأنه مفيش اصلا ماشي؟ يعني هو فيه بفعلا واحد موجود اهوت تمام؟ ده كويس وممتاز وفيه كل المعلومات بس فرض انه موجود مش موجود بروس وتبدأ تدور على الملف اللي انت عايزه ماشي؟ اه طيب خلينا اقول له مثلا ان انا عايز اعمل Create Create نبدأ حاجة من Zero واسميه Zero هتسمي بقى البرامتر اللي انت عايزه حسب باسم الشركة اللي انت شغال فيه وقل له Save طيب هقول له Group مثلا Group مثلا خاصة بيه Information وقل له ان انا عايز برامتر البرامتر دوت هتسميه مثلا X طيب هل هو Structure ولا تشفاك ولا Electrical مدام باب يبقى أكيد بيش هبقى تشفاك ولا Electrical ولا Bibe ممكن يبقى Energy مثلا هقول له Comment وتبدأ بتختار هل هو Text ولا Integer ولا Number ولا Length ولا Area ولا Volume ايه المعلومة اللي انت عايز تحطها هنا Text مثلا وقل له يبقى كده عامل برامتر اسمه X هيتحط فيه كلام معين ممكن الكلام ده مثلا اسم الشركة اللي احنا نشير منها المنتج فساعتها هغير اسمه وتديره اسم يكون مناسب لي تمام اوكي اوكي تمام طيب بقى هناك ده عامل برامتر هل هو Type ولا Innocence طيب يبقى كل الباب اللي من نوع دوت هتغير نفس الكيم Innocence يبقى كل باب ليه معلومة مختلفة عن الباب اللي جنبية فلو احنا نتكلم عن اسم الشركة غالبا متشير الباب كلها من نفس الشركة فهتختارها طيب اوكي تمام فبقى فيه هنا إمكانية ان انت تكتب الكيمة اللي انت عايزها تمام تمام فزي ما تشوفت لما عملنا هنا عارفنا الفرق بين Family وبرامتر هتعمل برامتر على طول تكتب اسم الحاجة والديسيبلين وتختار type of برامتر والجروب بس ساعتها باش هيظهر معاك في لا في الاسكادة ولا في التاج فشيرت برامتر بيبقى اختيار كويس طيب نقول له دلوقتي اوكي وقول له ايه حمل فيه المشروع طيب الاكس مش هتلاقي هنا ليه لان الخصائص اللي هنا الاستنس لازم تدخل edit type وتدور على الاكس هتلاقي الاكس موجود هنا ولو غير type هتلاقي انها بقت فاضية منتظر ان انت تدخل المعلومة اللي انت عايزة طيب لما انا عايز اضيف خاصية للباب ما بلايش عندي edit parameter او edit family فبيروح لmanage وقول له ان انا عايز اروح لشيرت برامتر بلاقي الشيرت برامتر دي اللي هي ايه الملف اللي احنا تعرفناه الproject parameter هقول له add وتختار بقى لاما project parameter لاما shared parameter طيب بفرض ان انا اختارنا shared parameter دي او اسمينها y وقول له ان ده command وان ده متعلق مسلا بالنمبر أوكي طيب انا عايز ال Y ال Y ده بقى عايز أضغار فين هقول له اضغروا لي في ال wall خلي بقى كنت ممكن تضيفها في كله يعني ممكن تضيف اكتر من حاجة بس انا خليها في ال wall بس دالوقتي تمام اه اوكي اوكي لما عمل سيلكت هنا هلاقي انه اضاف الاثر وحطيلي فيها الواي تقدر تدخل الكيمة اللي انت عايز تمام؟ ها دي الفكرة اه الفرق بين الفاميلي برامتر والشيرد برامتر طيب عايزين نشوف موضوع الـ Global برامتر Global برامتر يعني ايه؟ يعني برامتر خاص في المشروع دوت في القيوم في عيب طيب انا عملت المسال لو انا عملت مثلا Dimension من هنا لهنا تمام؟ وعملت select عليه وقلت له انا عايز دوت هنسميه مثلا حرف الـ A مثلا اوكي تمام؟ طيب اعمل select ده ايه؟ ماشي؟ طيب لو انا عملت باب تاني اهو وعايز ازبط الباب دوت وعايز ازبط الباب دوت اه اه عايز بدل معه ده ايس واخليها 6,000 وماشي 6,000 وماشي 6,000 ممكن تعمل select كده وتقوله ايه؟ اديها حرف الـ A اه ازبطت automatic تمام؟ طيب لو جيت هنا بقى على الـ manage وقلت له ان انا عايز الـ global parameter هتلاقي الـ A و Z وهكذا طيب دول بدل ما هم 6,000 فخليهم 4,000 غيرتها فمارة واحدة تغير فيه المشروع ككل 4,000 و 4,000 تمام؟ فهي الفكرة كلها في الـ global parameter ان انت تحط برامطر خاصة بقلب شغل بتاعك فانت مثلا عايز توقفي مسافة ثابتة بين اول الحيطة والباب سواء من اوله او نصه حسب القاعدة اللي عندك غالبا ببقى من حرف هنا فخلاص بتعملها وتروح مرة واحدة من ثبتها فيه المشروع ككل الـ 4000 دي مثلا ممكن تخليها 3000 هتتغير زي ما تشايف موسيقى